وصفة سحرية اللي حققت ملايين وهتوفلك بقى فلوس كتير جدا الفيديو كله أفكار وتدابير منزلية حلوة جدا هتعجبك بإذن الله يلا نشوف أول فكرة معنا إيه تعالي بقى وقولك على فكرة سهلة وبسيطة جدا وكلنا بنعاني منها لما بنيجي بقى نفصص الرومونسة وبعنا كده بتسود معانا هتجيبي بقى نص لامونة وتبدأي بقى كدعاك كده في ضغفرك وفي إيدك كويس جدا عايزة أقولك بقى اللامون هنا اختراع بجد هيخليها كده مفاش اسمرور نهائي جربي بقى الطريقة دية وهتعجبك جدا وأتمنى بقى اتنوريني وتدوصي لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله الفكرة دي بقى جميلة جدا هاتي كده مناديل المطبخ وهاتي بقى أربع ورقات منها بالشكل اللي انت شايفها دوت وهتجيبي بقى منظف ومعطر فريدة ده عايزة أقولك بجد جميل جدا اللي ما جربوش فايتو كتير أحلى من الدون بمراحل وهتبضيق بقى تحطيه وهو خم كده يعني ما تزودوش ميا هتحطيه على المناديل بالشكل اللي انتو شايفينه ده وطبقي بقى المناديل يعني تبقى مربعة كده بالشكل اللي انتو شايفها ده ولو مجربا بقى زي كده وبتحب ريحته قوليلي بقى في التعليقات وقوليلي بقى بتتبعيني من أنهي بلد وحطي بقى المنديل في وسط البطاطين كده وعايز اقولك هيخلي ريحة البطنية نفسها تحفى وريحة الدولاب كمان وحطيه برضو في وسط الهدوم ومسلا في الفوت هيخلي ريحة الدولاب معاك خطيه جربي بقى بنفسك وهتدعيلي علي شايفين بقى بيبقى خام جدا ازاي معايا وعايز اقولك بجد ريحته روعة ان شاء الله جربيه يعجبك جدا وأتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وأتمنى بقى تنوريني واتدوصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله بعد الفيديو ده هتبقى أستاذة في مخلل الليمون المعصفر السريع بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهيطلع بقى بالجميل اللي انتو شايفينه ده شايفين بقى ما شاء الله شكله عامل ازاي وطعمه طحفق وزاي الزبدة معايا يلا بنا بقى نشوف الطريقة الجميلة دي اتعملناها ازاي معايا بقى هنا الحلة وفيها مية وسبتها بقى الحد ما غليت معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنزل بقى بكيلو من الليمون وطبعا ممكن تزود الكمية او تقليلي برحبك خالص وطبعا بقى بتسيب الليمون لحد كده ما يتفتح معاك الواحده بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده استوى معايا وبقى تماما هطفي بقى على الليمون وهسيبه بقى يبرد معايا تماما وهتجيبي بقى من عند اي عطار بخمسة جنيه عصفر على حبة البركة وهنزل بمعلقتين كبار من الملح وهقلبهم بقى كويس جدا كده الليمون برد معايا خالص هبتدي بقى اخد كده معلقتين كبار من ميت الليمون وهقلب برضو كويس جدا وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من السكر السكر بقى هنا هيبقى مادة حفظة اي مخللات كده بتعمليها دي في بقى معلقة صغيرة من السكر وهبتدي بقى صف الليمون كده معايا شايفين بقى ما شاء الله شكله كده يفتح النفس قبل ما نعمله وهتجيبي بقى اي كده برطمنات عندك ازاز بقى او بلاستك يعني زي ما تحبي بس انا بصراحة بحب كده اخلي لأي مخللات عندي في ازاز بتخرق جدا كده وبتخلي طعم المخللات تحفة وقت ابتدي بقى تحشي الليمون معاك بالشكل اللي انتو شايفينه دو وبقى الخلطة بقى نحط ميت سليق الليمون اللي احنا سلقنا فيها الليمون نفسه وهضيف معلقة صغيرة من الكركم الكركم هنا بقى يدي لون حلو جدا لللمون اتمنى بقى لو صلت معايا لحد هنا في الفيديو بقى معايا هتجيبي معلقة كبيرة من الزيت هنا وهنا عشان يحفظ لك على الليمون وهتجيبي بقى اكياس التلاجة وهتحط سيامعك بالشكل اللي انتو شايفينه دو وقفلي بقى البرطمان كويس جدا عشان ما يخشلوش اي هوا وهتسيبي بقى الليمون اللذيز الجميل بتاعنا ده لمدة اسبوع وهتاكلي بقى احلى لمون بعد خمس ايام بقى فتحت على الليمون يعني انا مستنتش عليه اسبوع شايفين بقى ما شاء الله لونه طحفة جدا ابتدي بقى طلعي الليمون اللذيز الجميل بتاعنا ده شايفين بقى باسم الله ما شاء الله شكله عامل ازاي يفتح النفس كده على الاكل يعني جنب اي اكلة كده تحطي طبق وبقى الفهنة شايفين بقى باسم الله ما شاء الله طلع كده زي الزيت ده معايا وده احلى حاجة بقى في مخلل الليمون يعني انا بصراحة بحبه كده يبقى زي الزيت ده وانت بتاكله ان شاء الله بقى اتجرابي الطريقة دية وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها واتمنى بقى لو وصلت معي لحدنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد واتمنى بقى اتنوريني ودوصل لك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله تعالي بقى اقولك على فكرة سهلة وبسيطة جدا وهتنفعك جدا طبعا كلنا كده بنمسك التليفون بقى وبنقعد نقلب كده فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبمجرد بس ييجي عليه ميا بالشكل اللي انت شايف ده بيقعد بقى يعلق معاك ويبصم هنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا هتبدأي كده تجيب الاستراتش وهتبدأي بقى تحطيه على التليفون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هاتي بقى المقص وقصي بقى لقد التليفون نفسه بالشكل اللي انت شايف ده هنا بقى الاستراتش حلو جدا لو ايدك بقى فيها ميا أو مثلا اي حاجة وقع كده عليه مش هيبصم بقى ولا هيعلق معاك ابدا مشكلة ان شاء الله جربي الفكرة دي تتعجيبك جدا واتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد واتمنى بقى اتنوريني واتدسي اللايك ومتابع عشان يوصل الكل جديد بإذن الله اول كده ما معجون الاسنان يفضى معاك اوعي بقى ترميها هاتي المقص وافتحيها شايفين بقى كمية المعجون اللي كنت هاترميها لا ده احنا هنعمل بقى فكرة حلوة جدا وهنستفد بيها هاتي بقى الاسباتيولا او مثلا اي حاجة جدا عندك تنزلي بيها بقى المعجون بالشكل اللي انتو شايفينه دو كل المعجون اللي انت هاتطلعيه حطيه بقى في الطبق بالشكل اللي انت شايفاه ده وحطي بقى عليم علاقة صغيرة من البيكينبودر وهضيف كمان ربع كوباية من الخل وقلبي بقى كويس جدا شايفين بقى التفاعل اللي بيحصل عايز اقولك بقى المعجون مع الخل مع البيكينبودر بجد رهيب وهاتي بقى شنطة المدرسة بتاعت ابنك او الحضانة او مثلا كتشي او اي حاجة كده عايزة تنظفيها وتطلع معاك بمنتهى السهولة الخلطة اللي احنا عاملناها دي رهيبة في التنظيف ومن غير اي مجهود ولا تعب هتلاقي الشنطة ندفت معاك بكل سهولة شايفين بقى الجمال مفيش اسهل من كده من بواقي المعجون بدل ما نرميها لا استفدنا بيها كده وعملنا احلى فكرة اتمنى بقى لو وصلت معي لحد دينا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد وبالشكل ده الشنطة بقت زي الفل معايا بصراحة فكرة جميلة جدا ان شاء الله جربيها وتعجيبك جدا واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي اميرة عشور اتمنى بقى اتنوريني وتدوسي لايك ومتابع عشان يوصل الكل جديد باذن الله الوصفة بتاعتنا الجبارة تحطي معلقة صغيرة من النشا وهتحطي عليها معلقة صغيرة من الخل وقلبي بقى كويس جدا لحد ما توصلي للنتيجة اللي انتوا شايفينها ديت يعني عايزين كده ما يبقاش فيها اي تكتلات وهتبداي بقى تحطي على اي منطقة عندي الغمقى مثلا تحت الابط وهتسيبي بقى الخل كده مع النشا لمدة ربع ساعة وطبعا تفرقي بقى كويس جدا واخسلي بقى بالمية وهتدعيي لي هتحس الفرق جاي متجرى بيها بنفسك وهتدعي لي عليها واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي قناتي انا اسمي اميرة عشور اتمنى تنوريني وتدوصي اللي هيك واشتراك عشان يوصل الكل جديد انسي اي طريقة للارنبيت الطريقة دي بقى تحفة جدا وطعمه خطير هتجيبي بقى الارنبيت وهتبداي تقطعي معاك بالشكل اللي انتوا شايفينه دور معايا بقى هنا مية بتغلي وهنزل بقى بنص معلقة صغيرة من السكر والملح والكمون وهنزل بقى بالارنبيت عايزة اقولك بقى هنا السكر يخليه طعمه زي العسل وكمان الكمون هيديله لون حلو جدا كده استوى معايا وبقى تمام هطفي بقى عليه وهجاهز معايا طبق يكون مية ساعة جدا وفيها مكعبات من التلك وهنزل بقى بالارنبيت فيها عشان يحتفز بلونه الجميل وهسيب بقى الارنبيت يتصفى وهنزل بكباية من الدقيق وهنزل كمان بنص كباية من النش وهديف معلقة صغيرة من البيكين بودر وهنزل بمعلقة كبيرة من البقدونيس ومقطعة كتع صغيرة واخد الورق بس ومعلقة صغيرة من هرست الشط عبارة عن ايه فلفل الوان وطوم ومعلقة صغيرة من كل حاجة فلفل اسود وبابريكا وكمون وكركم وملح وهنزل بكباية من المياه نفس اللي عيرت بها الديق والنش عيرت كمان بها المياه وهتقلبي بقى كويس جدا بالشكل اللي انتو شايفينه ده اتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو متنسيش بقى اتنوريني وتدسي الله هنزل بقى بالارنبيت في التدبيلة الرهيبة اللي احنا عملناها وقلبي بقى كويس جدا كده عشان كل الكتعة تشرب التدبيلة نسيب بقى الارنبيت في التدبيله هجيبي كباية من الدقيق هنزل كمان بنص كباية من النشا وهضيف معلقة صغيرة من الملح وهضيف كمان معلقة صغيرة من الكركم وهنزل باخر حاجة معلقة صغيرة من البكين بودر وقلبي بقى كويس جدا كده عملنا بقى الكفر الخارجي بتاع الارنبيت وهتبتدي بقى تاخدي كده الأرنبيت وتحطيه في الدقيق وطبعا بقى نحية كده تعملي بيها بالدقيق والنحية التانية تبقى سيلة معاك عشان ما تبهدليش إيدك وبهدلي الدنيا معاك وهاتي بقى أي طاسة كده صغيرة عندك عشان ما تهدريش معاك الزيت وخليها على نار متوسطة وهتبدأي بقى تنزلي بالأرنبيت بتاعنا الجميل دو وما تقلبيش بقى في أول كده ما يحمر معانا من تحتها نقلبه على النحية التانية على طول وشايفين بقى ما شاء الله شكل الأرنبيت يعني أكيدنه كده فراغ كنتاكي بالضبط شايفين بقى باسم الله ما شاء الله تحفى جدا كده الأرنبيت تتحمر معايا وداني اللون الدهب الجميلة هتبدأي كده تصفيه بقى على مناديل وبالشكل ده عملتي أحلى أرنبيت مش شرب معايا زيت خالص وطعمه تحفى ومقرمش لحد آخر واحدة فيه إن شاء الله تجربيه وتدعيلي عليه وأتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد وأتمنى بقى تنوريني والدوسلاج ومتابع عشان يوصل الكل جديد بإذن الله فكرة دي بقى جميلة جدا لو جايبه كده أزاز الزيت معاكي اوعي بقى ترمي الجزء اللي فوق ده طول عمرنا طبعا بنرمي لقى هتفتحيه بالشكل اللي انت شايفاه ده وهتسيبيه فيها وبالشكل ده بقى تقدر تتحكمي كويس جدا بنزول الزيت شايفين بقى هينزل معاكي بالروحة خالص وتقدر تتحكمي فيه بجد الطريقة دي جميلة جدا جرب بيها بقى وهتعجبك جدا وأتمنى بقى لو أول مرة تشوفي قناتي تنوريني والدوسل لايك واشتراك عشان يوصل الكل جديد بإذن الله